انهاء الحرب في غزة والانتقال إلى صراع محدود ومركز بدرجة أكبر هو موضوع محادثات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين مع الجانب الإسرائيلي الذي أعلنت قواته مقتلى ضابط جديد في معارك قطاع غزة ليرتفع عدد قتل الاحتلال العسكريين اليوم إلى خمسة جيش الاحتلال واصل قصفه للعديد من مناطق القطاع خاصة مخيم النصيرات ودير البلح ومدينتي خان يونس ورفح كما استهدف مدخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بإطلاق نار متواصل حيث استشهد وجرح عشرات النازحين المتواجدين في ساحات المجمع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس عرضت بدورها مقطع فيديو حول النفق الذي أعلن جيش الاحتلال اكتشافه في غزة تحت عنوان وصلتم متأخرين وأعلنت أنها قصفت موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية كما أعلنت القسام أن مقاتليها تمكنوا من استهداف شاحنة تقل عددا كبيرا من جنود الاحتلال في بيت لاهيا وأوقعوا جميع من كان على متنها بين قتيل وجريح فضلا عن قصف حشود الاحتلال العسكرية في محاور التقدم وسط وشرق خان يونس بقذائف الهاون وبينما يتجه مجلس الأمن الدولي للتصويت على مقترح يطالب بدخول المساعدات إلى غزة برا وبحرا وجوا اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش حكومة الاحتلال بتعمد تجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ما يشكل جريمة حرب وأكدت أن جيش الاحتلال يتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود ويجرف المناطق الزراعية موسيقى